سيد علي إلى أين وصلت التحقيقات الأولية اليوم؟ والله التحقيقات الأولية باشرتها السلطة المختصة أي حديث على نتائج تحقيقات هو حديث سابق الأوانو ومعروف أن الجرائم السياسية هي جرائم متشعبة يداخل فيها المنفذ والمخطط والممول والمبرمج وعادة ما ستطلب وقت لذلك أنا لا أتعامل في هذه النقطة بالعاطفة التحقيق سيأخذ مجرى وإن كنت أشك في أنه سيأخذ مجرى بطريقة سليمة لأنه طالما أنه عنا سابقة سابقة اغديال شكري بالعيد منذ 48 ساعة المسؤولين يعملون ندوة صحفية يقولوا ألقينا القبض على أربعة ورم ثمانية حددناه وإذا به الأيصابة هذه أو غيرها يجاوبهم بعملية قتل في ظرف 24 ساعة بعد هذا التصريح معنى ذلك التصريح الذي عملوه هو تصريحهم غير صحيح بل تصريح كاذب مكينة القتل تستمر ومكينة القتل في ظل الفشل هدايا راهي بيش تستمر والشعب التونسي يجب أن يتحمل مسؤوليته كما تحمل مسؤوليته في كنس النظام السابق عليه أن يتحمل مسؤوليته الآن وإلا تونس راهي ماشي إلى الانهيار راهي سنندم على هذه الرقعة اللي يسمها تونس إذا كان ما تكنسوش أعداء الثورة اللي يسموا فرواحهم هم حمات الثورة وهم المخربين بتاعها هل قطر جاعدين يوجدوا في رموج الثورة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين